ياني شفق تقول برعاية أردوغان توقيع وثيقة نقل الحبوب الأوكرانية جرت في اسطنبول مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجرى توقيع الوثيقة من قبل وزيري دفاع تركيا خلوصي أكار وروسيا سير جيشويغو ووزير البنية التحتية الأوكرانية أليكساندر كوبراكوف وحضر مراسم التوقيع في قصر دولمة بحث الشيئة التاريخي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتارش قبل التوقيع ألقى كل من الرئيس أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة غوتارش كلمة على حدى أمام الحضور اشتركوا في القناة